فرص استثمارية في قطاع صناعات التحويلية بقيمة 122 مليون ريال عماني أعلنت عنها وزارة تجارة وصناعة وترويج الاستثمار ومن بين تلك الفرص صناعة الحواجز والقطبان النحاسية في منطقة سمائل الصناعية ومنطقة عبر الصناعية وصناعة صب الصلب وسبائك الفولاذية في محافظة شمال الباطنة وغيرها من الفرص الاستثمارية في عدد من المحافظات وستسهم هذه الفرص في جلب استثمارات نوعية في قطاعات التنويع الاقتصادية وفي تنمية المحافظات وكذلك تمكين القطاع الخاص وتحفيزه على الاستثمار بالإضافة للمساهمة في زيادة نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي والترويج لسلطنة عمان بوصفها وجهة استثمارية في قطاع الصناعات التحويلية المختلفة